يا صباح الفل اه زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا كله كده انتعاش وروائح حلوة النهاردة هنعمل عصير فرش اه جميل جدا وكله انتعاش وحلوة قوي كده للحر اللي احنا في ده وجميل جدا بصراحة لو جالنا اي ضيوف او كده او نعمله كل يوم اه منعش كده و اه وجميل يلا هنشوف المكونات بتاعتنا اه معايا كده لمون اه مقطعه كده انصاص يعني بالقشر بتاعه كمان اه زي ما انتو شايفين كده ويا سلام بقى لو لسه جاي من الشجرة ورحته طازة كده وفرش ورحته مالية الدنيا ومعنا كده سكر ده حسب الرغبة طبعا اه وده اه سودا او سيفن كده اه لمون وده جوافة متفرزة لا الاحسن يعني تكون سقعة اه مقطعها كده كده ومعايا كمان سفن اه سادة ممكن كمان تستعمل لي مية سقعة بس انا مستعملتش بصراحة في المية اه هنبدأ اكده نحط المكونات دي كمان كلها على بعضها اه هنحط الجوافة اللي احنا مقطعناها كده بكات متفرزة طبعا ومتلجة كده وحلوة اه حبة طبعا تشيل الجوافة خالص وتكمل المكونات كلها بس لمون ومع مع السودا هيبقى جميل جدا ومنعش كمان وكمان هنحط نعناع اه حطيت سكر كده طبعا السكر حسب الرغبة بتزودي وبتقليلي حسب ما تحبي هحطي كمان السيفن اه بس تكون مهمة تكون بيضة طبعا اه سادة يعني مش اه مش برطقاني ام مش برطقان ولا اي حاجة وكمان حطيت اللي هو اللمون ده طبعا برضو اه بيزوي الطعم و اه و ريحة كده جميلة ممكن لو مش عندك تستبدلي بس بالسيفن السادة وكمان حطيتلي اه نعناع لسه جده جاي طازة كده وفريش من اه زرعية عندي في البلكونة جميل جدا و ريحته جميلة وفرمتهم كلهم مع بعض في الخلاط وصفتهم بمصفة ديقة علشان طبعا بيزر الجوافة وكمان قشر اللمون وياسلام بقى لو اتبقى شوية بشر كده لمون في العصير بيدي طعم و اه اه وريحة حلوة كده للعصير بتاعنا بس كده وهنسبه بقى في الكاس بتاعنا وكمان نزبطه بقى بشوية تلج اه ونحط كمان نعناع اه يعني هيبقى الموضوع كله انتعاش في انتعاش كده هيضيع اي حر اه بصراحة طحفة جدا طبعا ممكن حابة تخفيفيه بقى شوية ممكن تحطي مية اه انا ما استعملتش مية خالص يعني كل السائل اللي انا حطيته كان السفن اه وكمان سبرايت اللمون اه برضو ده بيدك ما حلوة جدا وريحة طبعا وطعم حلو وبس كده اتمنى يكون اه العصير عجبكو اه مهم جدا نعمل دايما عصير فرش وتكون طازة كده وحلوة اه في الحر ده اه اتمنى النهاردة يكون الفيديو عجبكو وسهل كده وسريع يلا جربوه بقى وادعوه اه لو اعجبكو الفيديو النهاردة ما تنسوش طبعا تضغطو على اللايك والشير وسبسكرايب وكمان ما تنسوش تفعلو زر الجرس علشان يوصل لكو كل اشعار بكل الفيديوهاتي ان شاء الله واستنوني دايما في فيديوهات جديدة وسريعة ومتنوعة وجميلة جدا من قناتي طبخة شهية مع ام يازن واشوفكو على خير دايما يا رب والسلام عليكم اشتركوا في القناة